ختام موسم استثنائي بنفس طويل وتحدي كبير فاز فيه أو بيه في الأخير من يستحق بالتأكيد هو نادي الزمالك؟ أكيد محمد يعني عاوزة أقول حاجة أنا حصيتك عاوزة يعني إحنا شفنا موسم في الحياة كان يعني مليء بالكثير من المفاجآت صحية والأهلي أصبح هو الثالث والزمالك حصد اللقب ويمكن دي حاجة ما كانتش مفاجأ بالنسبة لنا لأنه هو حصد اللقب بقاله فترة يعني أو خلاص محسوم الأمر ما قبل ثلاث أسابيع رسميا لكن محسوم بشكل إكلينيكي من قبل خمس ست ساعة أسابيع من قبل الدابة الفرص اللي استغلها نادي الزمالك عشان يقدر لهو يعني يقترس هذا اللقب سقوط المنافسين استغلال الفرص في فكرة أنه اللي حواليك بيساعدوك فأنت لازم تساعد نفسك ركز مع نفسك وقدر أنه يوصل للمكانة المحترمة المنتظرة أنه يفوز باللقب الثاني على التوالي ودي رابع مرة في تاريخ نادي الزمالك ما حصلتش أنه فاز بأكتر من لقبين متتاليين وعملها أربع مرات بما فيها نسختين نسخة الحالية أو التي انتهت بالأمس ونسخة العام الماضي العام الماضي كانت أصعب شوية لأنه الأهلي كان حتى يمكن بينافس للحظات الأخيرة ومباراة الجونة في الجونة هي التي أثرت بالسلب على منافسة نادي الأهلي في اللحظات الأخيرة وكان الأهلي بتقلو في هذا الموسم؟ لا الأهلي بعيد والأهلي حصلوا الدروب بتاع فكرة الانخفاض في الكيرف الفني ما بعد النتائج الكبيرة في وقت غلط طبيعي طبيعي أنا مش شافنا الأهلي في أزمة بالمناسبة الأهلي الطبيعي بتاعه أنه ينخفض في الكيرف الفني ما بعد النتائج الكبيرة وهي اتنين دوري أبطال أفريقيا في فرق لما بتحقق دوري أبطال أفريقيا ممكن تعيش على عشر سنين فمش أصدي فريق بعينه بس عشان نبقى وقعين بس أصد إن دي بطولة كبيرة جدا فما بالك فريق حقق لقابين متتاليين لدوري أبطال الأفريقيا يليهم لقابين متتاليين للسوبر الأفريقي في الأراضي القطرية ثم ما بعد ذلك أنت بتحقق كمان اتنين برونزية العلم للأندية ودي مش سهل أنت تتحقق في عامين متتاليين ثلاث عالم بالضبط برونزية العلم للأندية فأنت واصل لمكانة محترمة الكيرف الفني بتاع العبين لعابة النادي الأهلي بتشارك يمكن أكتر من العابة النادي الزمالك مع المنتخب الوطني بصفة أساسية حتى زيزو أحمد سأزيزو ما كانش بشارك بصفة أساسية في أمم أفريقيا على سبيل المثال حال عمر السلية أو حمد فاتح اتنين من العناصر الأساسية الارتكازات اللي موجودة في النادي الأهلي اللي بتلعب دوما النادي الأهلي وأنا بحضر تدريبات في النادي الأهلي تدريب النادي الأهلي فيه ضغط لأنه الضغط الذهني بتاع العبين أنه بيتنفذ خطط بعينها والتحركات والتكليك والإستراتيجية والأسلوب ومدير فني وبعد كده يجي مدير فني بأسلوب تاني خالص وانت لازم تنفذ مع الضغط بتاع المباراة مع المنتخب ومع النادي الأهلي في كل البطولات كم فيه عشر أو اتنشر إصابة تقريبا بالضبط وجاءت في أوقات غلط فبتضغط على لعبين الأساسين اللي هم أصلا مضغوطين على مدار السنة مع المنتخب والنادي وعدد ماشرات كبيرة جدا وضغط كمان البطولات المحلية أنت تالت موسم على تولي مضووط ما بعد موسم كورونا فأنت شغال شغال فممكن ذكرتها معاكم من ذي قبل أنه العمين دول مش مكان ولازم يرتاح وكان قرار الإراحة في توقيت شافوا جمهور الأهلي أنه غلط لا احنا كان ممكن ننافس أكتر لكن فيه ظروف محيطة بالمباراة قالت لا خلص الموسم مش بتاعنا احنا زي نقوله كده دي اوف سر تقلق الزمريك هل هو بس مسألة أنه استغل حالة المنافسين بالنسبير واللي ما كانتش في أحسن حالتها ولا كمان فريرة كان كلمة سر في الموضوع وأنه اتعلموا من أخطائهم اللي حصلت قبل جدا مية في المية جزء مهم جدا فكرة التعلم من الأخطاء فريرة لما جاي جيب مشروع الرجل عارف كويس قوي الكرة مصرية وعارف كويس قوي نادي الزمالك وموجود معاه كان حقق لقب في عام 2014-2015 كان لقب رقم 12 ثم عاد من جديد والزمالك ناس كتير تقول مش في أفضل حالاته لا الزمالك في أفضل حالاته لما يتوقف القيد من الزمالك لكن انت عامل فريق اسمه فريق الأمل حاطت فيه مجموعة من العناصر المختارة بعناية أنها تتدرب على نفس كفاءة الفريق الأول علشان تعوض اللاعبين اللي مش هيجوا في وقف القيد فضلا عن أنه ما خرجش لعبين مميزين من نادي الزمالك في الوقت اللي كان فيه لسه طرق حمد موجود ومحمد أبو جبل موجود وبعد خروج فرجاني ساسي ظهر مثلا إمام عشور بالمستوى اللائق المطلوب المرغوب فيه فالتعويض ما كانش فيه صعوبة لنادي الزمالك ولما توقف القيد داخل لعيبة من العناصر اللي هي عناصر الشباب مع مجموعة أساسية فيه ما بينهم أحمد السيدزيز اللي هو أحسن اللعب في مصر فيما بينهم إمام عشور وأوباما وشكابالا وأسماء كبيرة تقيلة موجودة مع المنتخب أو معنى ديها مستقرة في المستوى الفاني وبترتفع في الكيرف الفاني كمان فما كانش فيه صغرة كبيرة أنا مش شايف يعني فيه ناس كتير يقول لك أصعب موسم على نادي الزمالك أنا شايف أنه من أسهل المواسم على نادي الزمالك لأنه مجموعة لعناصر من الأساسيين موجودين ومستقرين وبيرتفعوا في الكيرف الفاني وثابتين وعاليين كمان مع ناصر الشباب اللي بتتدرق بشكل كويس جدا من فريق الأمل اللي دخلت بشكل مدروس على فريق الأول بثقة المدير الفني مع مدير فاني عارف كويس أو نادي الزمالك وعنده مرونة تكتكية وعارف إمكانيات اللعبين فبيقدر يطوع أفقاره مع اللعبين الموجودين على الأرض الملعب في كل المباريات فضلا أنا خروج الأفريقية طبعا أنه ما شاركوش كتير ومن ثم فيه إراحة بشكل أو بآخر